الساكم الله بالخير ضيفتي اليوم سارة إسحاق تبارك الرحمن ست مشاريع اللهم زد وبارك أبي أول شي عرف شلون بلشت سارة إسحاق من سنة تقريباً شذي قلت صار لي تقريباً ست سنوات قاعدة أشتغل بالبزنس لاين بس الناس يمكن تعرف مشاريعي بس ما يعرفوني أو معارفين اسمي عرفون البروجيكت نفسه شنو أول مشروع أول مشروع كان صالة متنقل بعدها عقوب بطلت كافي بطلت كيترينج بطلت بوتيك ملابس الشي الثاني اللين الثاني بالشركة نفسه معاودة تخلص الحلقة تبارك الرحمن كافي جديد ما بلشت الشهرة هذه متى فتحت الأكاونت ما صارت القصة هذه أنا من سنة كنت قاعدة أقول الحين قاعدة أشتغل على شركتي فأنا قبل أن أكون أفلوانسر أو مؤثرة أو بالحياة أنا فبلك كنت أقول أبي يعني كنت أشوف نفسي لما أروح شركة مثلا أفضل دائما أعرف من هو الأونر من هو صاحب الشركة شنو عنده هو مثلا أو شنو الأكسبرينس ماله أو شنو يقدم دائما أنا أحرص على هذا الشيء فقلت خل أفتح أكاونتي ببليك وسارس حق توصل يعني حق الجمهور وأكون أقرب من الكلاينت بحيث أن لما إيلي شخص يبي يفتح مشروع عندي بالشركة يكون عارف منه سارة كنت أبي أفتح أكاونتي يعني لا يعني أنا قصدي أنا كان فيه سبونسر آد أي؟ بإنستغرام صح يعني أنا حاطة أنا واحدة يبين شهر بزوء بالعافية صح خلا أقول لك شيء أنا ما رح تحق أحد قلت لأعلن لي ولا قلت حق أحد مثلا طلعني أو صورني بسناب شات خلأ أطلع ما سويت هالشيء كنت أنا ولازلت أنه ماسكلين بروحي يعني قاعد أحاول كثير ما أقدر أن أنا مثلا ما يرتبط اسمي بحد أو مثلا مو أحد صعدني أو وصلني حق الجمهور بشكل أكبر كنت أقدم فيديوز على دراستي شغلي أغلب الأسئلة اللي تواصلني فكنت أنا من نفسي أسوي سبونسر شون خالفيت سارة؟ دراستي أنا أنا متخرجة مدعوة أمريكية تخصص محاسبة وخذيت سي بي اي اي ارتفاية ببليك أفا كونتنج من جاست من جامعة الخليج وين كنت تشتغلين؟ أو لا أطول بلاشتين؟ توظفت بالبنوك ثلاث سنوات وتوظفت سنة بالنفط واستقلت استقلتي حل حاجة أقوم ما فتحتي للمشاريع؟ استقلت لا من أول ما توظفت أنا يعني كان عندي مشروع أول وظيفة لي أنا عندي مشروع اللي يمكن خلاي يصير شيء أكثر لما أنا صرت ببليك إنه لما فتحت كامتي صارت أكثر ينسمع ليش ما شفنا هلوية على المشاريع الثانية؟ ترى بأقول لك شيء يعني المشاريع أتوقع سارة خينكم صريح أنت قاعدت وصل لك بأقول لك شيء كافية أنت فاتحة بكويت سيتي الكل يقع يصور كافية ناس بالعكس تسوي لي support تتصور فالشيء قاعد ينتشر أني نتكلم على الجانب اللي أنت قلته أنه يبتأ يستعف خلاي أقول لك إحنا كنا بنات بنات نفضل الطاقم أو التيم اللي معانا بنات حلو أن شكلك تكون مرتب صح ولا لا؟ مثلا أنا كنت مثلا موظفة بالبنك لما كنا نقعد وايد يهتم المدير أو المديرة أنه شكلي مرتب طريقتي مع الناس تكون لائقة عرفت؟ فهذه الأشياء أنا كوني أونر كد راح أختار الناس اللي تناسب بس لما فتحنا البار تايم وقلنا حياكم واللي يريد يقدم يقدم وايد قدمهم لما أنا كنت أقول مثلا كان هناك ناس يعني أضحكوا ليش حاطة أنه فوق 22 سنة تاخذينهم ما بيتحمل المسؤولية يعني لما أنت تيب مثلا صغار في العمر مع أنه في بنات واي ترى صغار بس شقرديات ما شاء الله بس كنت دائما أفضل أن يكونون والله بسن القانوني يكونون أمم مسؤولين ولما فتحت هذا الشيء مو علشان اللي واصلك أو واصل حق البعض مو صني سارة بس أنا صريحة واحدة تلبس شورت وحفر وشعر خلا أقول لك في لبس صاير احنا الكافي عندنا في يمنا ترى ثلاث كافيهات ولما شافوا أن أنا يبت مثلا ستاف موظفات وهم سواوا نفس الشيء يعني سواء يقلدوا أو ما يقلدوا هذا شيء راجع لهم بس أنا اللي أقصد أنه ما يصير الناس اللي يشوفون اللوية هنا عبالهم هذا كله فعلهم رواتب وموظفين يندفع لهم رواتب يعطونا أفكار يشاركونا بأفكارهم بس لا تصير الفكرة أن والله البنات اللي طالعين علشان والله شو أو علشان لا أنا أعزيتش من الشهر بيت وتعدى موظوع الشو أصلا فيه كومنس بس ترى والله ملكل ملكل ينظر هالتذي يعني أنا كون معاك واقعية ملكل يشوفون هذا الجانب اللي تقع تشوفه أنا الآن كوني أونر بنيا أفضل البنات الطاقم اللي يشتغل معاي بنات سهل بالتعامل أي شي يبون يقولونه عادي بدون لا ينحرجون يقولونه ليش أنا أفتح على نفسي نقد ثاني غير اللي أنت قاعد تقوله إنه يكون مكس كتيم يشتغلون تعال أخذ بعد شنو؟ كومنتات ثانية فالأفضل أنا أشوفه كوني بنيا إن اللي يشتغلون معاي بنات وما يمنعوا هذا الشي يعني ترى بنات الكويت ما شاء الله شقرديات أنت تأيدين أن المشاريع الأخرى هم ينتهجون هذا النهج؟ بقول لك شيء وايد ناس الآن قاموا يسون شيء وايد يعني أصحاب مشاريع قاموا يفتحون بفارتام حق الكويتين وسبورت ويدعمونهم يعطونهم طاقة طول ما إن الشيء ما في شيء مخل الأداب ما في شيء غلط ليش؟ أنت لما تقولي البنية ترمي الشورت هم اللي يفسر مقل الأداب؟ المجتمع أو الناس أغلبهم يعني واحد يشوف حفا وشورت هم مقل الأداب يقول بعضهم يشوفون هذه الرؤية فس أنا قصدي طول ما إن البنية نفسها اللي عندي موظفة مو غلط هي لما طلعت من بيتهم طلعت من بيتهم كذلك يعني أنت تحترم بالنهاية ما راح أقول لها لا تلبسون شورت يعني وحتى اللي يلبسون شورت ترى ما يلبسون الشورت يعني يكون الشي كلها الأوتفت يكون مرتب بس بالنهاية ما تقدر تجمع كل الناس على رأي واحد فلما صار ترى في كومنت على الشورت حرست على أن البنات لبسوا وبنات أنا عادي مو مشكلة أنا أنا أحترم أن أنت والله لبسكم وشكلكم بشذي وأهاليكم راضية بس أنه علشان لا يصير في كلام على المكان على البراند عنكم أنت وأنا لأني أخاف عليكم أقول لكم هالشي فلما تقول لي أن هل هالشي عامل أساسي شوفوا دائما يكون عامل مساعد أنت لما توظف كويتين حتى طريقتهم وقت التسويق وقت شرح المنتج لما نأتي الكلاينت أو الكاستمر عندك وشون مثلا تقول له أو تعرض له غير لما أنت مثلا يكون في شخص ثاني مثلا فلنفرض من الجنسية في البنية زين واقف قاعد يقول الأوردر أو قاعد يأخذ الأوردر أو قاعد يسوي كروس سل يكون غير لما أن يكون كويتي الجانب الثاني دعنا نفرض أن هناك تيم بنات و هناك سارة هل هذا في استمرارية؟ لا يوجد استمرارية إذا أنت لا لديك إذا لم تقدم شيء صج حلو لا سأقول لك كل يوم صح ألا لا لا سأقول كل يوم إذا فقط الموضوع هذا الشيء أنت قاعد تذكرة فلا سأكون هناك استمرارية فقط عشان أوضع ترى مؤان اللي قاعد أذكره أنت قاعد تقول سارة أنا قاعد أقول لك الناس كلها قاعد تقول أن الموضوع نجح بسبب استراتيجية الإغراء لا 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 أبداً لا 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 أغراء يعني عام المساعد أن يكون التيم كويتي عادي من أول ما فتحنا زحمة وكيو وتوقف عند الإشارة الناس واقفة وأنتظر بعد الإشارة والله بعدين مع فترة سيزن الكورونا صار درايف ثرو فصار زحمة وليس قاعد أن يقوموا وليس قاعد ما أقول لنا سارة أنا لم أشهرت على هذا يعني الناس اللي معرفاني نفس ما قلت لك بزنس لاين هذا الشيء يعني تسوينا الميكوب وتعال يعني الصور ما الصور أنا مو ضد إعلانات ما لها شغل بالبزنس لأن الإعلانات تكون بس أقول لك قولي أنا قاعد أخذ مثلاً إعلانات أو منتجات وأعلن عنها أنا قدر أسوي إعلانات وايد في اليوم حلو؟ إذا أنا مثلاً أبي هذا الشيء بس أنا كوني بالبروجيكت وبالبزنس ما يمنع أنه أنا أعلن عن منتجات تعجبني عن مثلاً بالنهاية بزنس فليش ما يكون في إعلان؟ مزين وموضوع الفيديو كليب اللي حين قاعد يصير شنو هذا؟ ما أدري يعني أنت تضحكي أنت عرفتي من قبل لا أقوله هذا لا شغل بالبزنس بعد ماركتينج خلنا أخذه شنو قصته اللي حين هذا الفيديو كليب حيلو بدر الشعيبي حيلو بس حقيقة معودة هذا لماذا لا؟ عادي بس شنو أعرف شنو مرة الغنية شنو؟ يعني أنا شفتها أمون عليك أنا شفتها بيونسي بيونسي هي ايه شنو شايفتها انت بسويتها ايه ماركتينج وايه 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 بالعكس باقولك شي ليش ما في كافيها تسووا أغاني؟ لا لا والله سووا سووا سوينا بس شنو؟ احنا سارة انت قاعدة تاخذين دايركشن؟ لا لا دايركشن وايه جريء لا 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 الناس راح تقول لا يا جماعة غلط انت قاعد يقول لا والله انا اللي قاعد اقول بس انا ترى يوميت يعني ليش غلط الحين هم سووا كافي منقول لي هالسؤال سووا أغاني الكافيهات اي كافي؟ اي أغاني؟ ما اقول اسام الكافيهات بس سووا أغاني غانيت شذي؟ فيديو كلب ايه والله سووا سووا انا ما شفت اليحن بس شفت تيزر انزين شون تيزر اللي شفت؟ اقول ليش انا شفت بيونسي ايه و افشات و حركات ايه و افشات و حركات اوكي فيديو كلب انا شوف والله بدر الشعيبي مبدع والله العمر والناس اللي تتابعوا و شذي كبار و صغار هم يحبونه محبوب فقلت له قال اوكي خلي الموضوع عندي ابي أنا ارتب كلشي خاذي وقته ترى من زمان شغال عليها هزا هم خذيت فلوس من أهلك؟ لا بلشت من الصفر خذيت قرب ولا مت كم كان؟ كان 45 نز ايه فااااااااااااا تسدد الحين؟ ولا لا الحين؟ الحمد الله سارة قيمة البزنسات اللي عندتها الحين كلها تبلغ قيمتها يعني يبقى أقول سارة كم عندها شو نقول لي قاعد يقولي أنا والله فارضان عندي شركة هذه والله الشركة ترى توتل الشركات قيمتها مليون دينار إذا مليون أقل أعلى لا الحمد الله الله يزيد وبارك مرتاحة الحمد الله كلمة أخيرة يعطيكم العافية الله يعافيك والله يوفقكم كلكم أتمعين وياك كانت كل شيء حلو الحمد الله الخافة من أسألتك لا حرام عليك والله أنت مصممة أن أسألك وأنا قاعد أقولت والله العظيم مننا نانسي هذه كلها من نانسي يعطيكم الف عافية والله يوفقكم وإن شاء الله كل بناتنا وشبابنا يبدعون وصير عندهم الرغبة والمتعة بأخذ المغامرة وإن شاء الله بدنا الله نشوفهم من أعلى لأعلى والكل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة